طيب لو جينا الان غيرنا فاي فاعتبرنا فاي بطل كونستانت فاي غيريبن هلأ هون كله هذا راح ألغي التمير اللي بيصير بالفولتش راح نتبت الفولتش على بي بي هتبت بي بي ونحن نطب هون كونستانت فولتش بي بي كونستانت بالحالة هاي راح نرجع نتطلع على المعادلات الموجودة هون عندي هاي المعادلة بي بي حولنا محلها فصارت عندي المعادلة الموجودة هون بي بي محل آي اي راح أرحب حط تاو على كي فاي وبعدين هاي مضروبة في آر اي زائد راح نحط محلها فلا هون راح يصير عندي نفس الشي راح اطلع علاقة ما بين التورك واميجا بس هون عندي فاي تاريبل فخلا نشوف ذلك ما نعمل هيك راح نقول التورك على الجهة التالية فبسير عندي التورك في آر اي على كي فاي بساوي بي بي مينس كي اوميجا فاي بعدين بدي أضرب الكل في كي فاي وأقسم على آر اي فبسير عندي كي فاي على آر اي في بي بي مينس كي في فاي في كي في فاي كي سكوير فاي سكوير على آر اي اوميجا هنأضل عندي نفس الشي معادلة بين تاو وفاي وهادي خط مستقيم ولها ناكاتف سلوك المعامل تبع ذي بي هو كي فاي على آر اي المعامل تبع اوميجا هو كي سكوير فاي سكوير على آر اي إذا غيرت فاي شو بتغير عندي الآن؟ هل بيضل السلوك نفسه؟ لا هل بيضل الانترسيب نفسه؟ لا إذا الآن بصار عندي صورة جديدة إذا عندي هون هاي السبيد وخلينا أحطها الهين رادس بير سيكند وميجا وهون نفس الشي عندنا التورك لو كان عندي هذا الخط اللي موجود هون على فاي فور إذا نزلت قيمة فاي بنزل الانترسيبت مش بيصغر الانترسيبت إذا صغارت فاي والسلوك بصير بيصير 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 عندي بيهاد الشكل هاي 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 إذن تصغير 5 عادةً هذا لا يحبّد أن نستخدم عادةً في الأجهزة الحديثة لا يستخدم تغيير 5 عادةً من ثبّد 5.3 لكن لو نزّلت 5 عمالي بخسر بس بضر روح على إذن السيستم عندي ما بي حاجة لتورك عالي مكاني أستفيد من سعاط